قلون عايز اضيف ايضا لما قاله دكتور اياب رمزي انه وفق حالة الطوارئ يجوز للسيد رئيسه الجمهورية ان يتخذ بامر كتابي او شفاوي يعني ممكن يطلع قرار يمضى عليه قرار جمهوري او انه يصدر اوامر شفاوية يرفع سماعة التليفون على رئيسه الوزراء على وزير الداخلية بايه بقى وضع قيوده على حرية الاشخاص في الاجتماع تدبير امنية الخمسين شخص اللي بيجتمعوا دول الداخلية بتبلغ لا يقولهم لا فض هذا الاجتماع ووضع قيود على الانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقات معينة يعني ممكن يوجي يقولك منطقة مثلا شيخ زايد تجمع الخامس النهاردة من الساعة كذا كذا ما عادش يمشي فيها ده جزء من قانون الطوارئ خلي بالك قانون الطوارئ اعلان حال الطوارئ طالع علشان حاجة واحدة احنا مش في حالة حرب طبعا حرب ضد الارهاب بس لمكافحة الارهاب عايزك تبقى فهم ده كذلك تكليف اي شخص بتأدية اي عمل من الاعمال منح الامر بمراقبة الرسائل يعني كافة الرسائل من النهاردة الساعة واحدة الضوء خضعة للرقابة وما تقدرش تقاضي الدولة ما ينفعش لإمكانية الرقابة يعني انت مش رسائلك بتترائب بس لو الامن رأى ان في رسائل محل شك هيدخل يرائبها مش محتاج هنا بقى اذن نيابي فاهمين ومنح الامر بمراقبة الرسائل اي ان كان نوح مراقبة الصحف والنشرات هل الصحف هتبدأ تترائب لا ما هو هو عنده الصلاحية لو عايز يرائب عاييرائب كنوا انه هو مش بيستدعي يعني انا هرائب ليه اهرام اخبار جمهورية دستور يعني كل الجرائد عند احس وطني عالي مفيش جرنان النهاردة ازعم انه هو شارد يعني عن الصف كل وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل ان اشريها وضبطها ومصادرتها واغلاق اماكن طبعتها يجوز تحديد مواعيد فتح المحل العام يعني المحلات دي انا اقدر اقفلها وافتحها وحدد مواعيدها النهاردة مثلا في شارع مثلا كمثال مش هذكر اسم شارع 900 مثلا لا المحلات دي لازم تقفل الساعة 8 لانه هو عنده توقع ان في مجموعة من الارهابيين هيعملوا نشاط الساعة 10 بالليل عايز يصطادهم لوحديهم ما يكونوش مختلطين بالناس الكلام ده لازم نفهمه لازم نستوعبه السؤال بقى واللي احنا لازم نسأله البعض هل احنا هنبقى نقول كده للدولة المصرية كما قال يهود موسى ليه سيدنا موسى اتباعه اذهب انت وربك فقاتلة انه هنا قاعدون ولا ان احنا كمواطنين علينا دور او ده السؤال يعني ده لازم نسأله لكن معي على التليفون